بسخاء كبير تجاوز ما طلبه الرئيس جو بايدن مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة إضافية من المساعدة العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا المجلس وافق بأغلبية 368 صوتا مقابل 57 على هذه الحزمة من المساعدات والبالغ قيمتها نحو 40 مليار دولار ما نقوم به هنا مهم للغاية من خلال توفير الأسلحة والمساعدات الأمنية والحكومية والاقتصادية والإنسانية برنامج المساعدات هذا يرسل إشارة من الولايات المتحدة إلى العالم تؤكد تصميما ثابت على دعم شعب أوكرانيا الشجع قسمت الحزمة الجديدة بالتساوي بين البرنامجين الدفاعي والإنساني اتشملت مساعدات عسكرية تقدر بنحو 20 مليار دولار ستسمح لأوكرانيا بالتزاود بمركبات مدرعة وبتعزيز دفاعاتها المضادة لطائرات ومحاربة الهجمات الإلكترونية كما تخصص هذه الدفع من المساعدات نحو 8 مليارات دولار للدعم الاقتصادي فيما ستخصص مبالغ كبيرة لضمان استمرارية المؤسسات الديمقراطية الأوكرانية بحسب الإعلان الأمريكي كما تشمل حزمة الدعم مساعدة نسانية تقدر بنحو 3 مليارات دولار فيما خصص أكثر من 500 مليون دولار للأمن الغذائي والصحة العامة مجلس النواب الأمريكي ذهب إذن في إقرار حزمة المساعدات إلى أكثر مما طلبه بايدن فرئيس الأمريكي طلب تخصص 33 مليار دولار لدعم كييف في حين قرر مجلس النواب رفع المبلغ إلى 40 مليارا وسيذهب التشريع الآن إلى مجلس الشيخ للتصويت عليه واستدعم كبير من الجمهوريين لتمرير المساعدات ومن ثم سيوقع عليه الرئيس بايدن ليدخل حيز التنفيذ بالحزمة الجديدة يصل حجم المساعدة الأمريكية المقدمة من الكونغرس لأوكرانيا إلى نحو 54 مليار دولار في غضون شهرين ترجمة نانسي قنقر